طيب لو حد ما يعرفش انت مين أنا محمد خالد اتولدت في دبلن مثل مصري ويشتف مصر طول حياتي أنا فاظر افتو عندي ولد وانت صغرين ودعب لأي حاجة بيشانج البرسبكتف بتاعك على الحياة وعلى اللي بيحصل بيشانج البرسبكتف بيشانج البرسبكتف ويشتدت مع بي دبلو سي سامع سنين كنت درست اكاونتين وفاينانس اكينوميكس دخلت بعديها بي دبلو سي عدت ما هم سبع سنين ما بين لول بدأت في مصر وكنت في قدت وكنسولتين يعني ميكس اف بوث ركزت قوي على اندستري زي المانيفاكترينج في مصر وبقى كده ثلاث على ابوضابي ودوحة ودبي بقى لي هنا في الريجن ثمان سنين دلوقتي كروس الجي سي سي عملت بقى كل حاجة من شغلت مع من خلال بي دبلو سي لقد فعلت كل من 20 مليون دولار فانس وانسات موضوع من خلال بي دولار وكنتي والنحية الثانية يعني بزنس صغيرة جدا لسه تبتدي ريتيل زي مغامرة زي مغامرة وزي هوت ديسك وزي كل طبع الديفنش كل ما تروح هت تانية في العالم الحسن المركت ده ماتشورة دي والاندستري اللي انت فيها ماتشورة دي فهي في الاخر كلها ريليتيفتي بس وانا في الجرني بتاعتي مع بي دولار كنت بسافر من بلد لبلد فبوصل بلد جديدة عندي شغل هناك النهاردة تفتح جوجل مابس بشوف الأوفيس بتاعنا فين فوانا راح ادوحا مثلا كان في التورنيدو تاور كان وانت 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 وبس بتوصل هناك طلعت ال اي دي بتاع بي دولار وفتحت الباب باب فتح دخلت نفس المكتب نفس الفرش نفس الكوفي ماشين عرفت عمها هيبعمل ازاي فتحت اللابتوب كل الناس حولي ماسكة تينك بادز نفس اللابتوب بتاعنا الواي فاي بي اوتو كونكت عسيدي ان انا كنت يعني بلدج ان بلاي وصلت الصبح في طيارة 8 الصبح 9 كنت في المكتب شغال يعني it was it was that fast ف وانا يعاد يوميها كده بالليل شغال قلت اي ده انا ممكن اكسس مكاتب في 158 دولة في العالم علشان انا معايا الPWC ID عشان انا جزء من النتورك ازاي يقدر اكريات حاجة زي دي لماس طب مين هما الماس او مين كان الaudience ساعتها انا نتكلم دلوقتي في 2019 انا انا يعاد لوحدي شغال في الPWC الموضوع ده فاكرا في بالي والماس اللي بيستخدموا الكون ووركين سبيس ساعتها كانوا فريلانسر وستارتوب بس يعني شوية شركات كده مثلا اوفيس اوفيس بتاع شركة كبيرة بعد ما فكرت في الفكرة كده وقررت ان انا هعملها موامش فيها فجأة كوفيد حصل والعالم كله تشقلب وفجأة 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 فحسيت ان انا السببب في كوفيد عشان افكرت ان انا اعمل ففجأة عالم تغير فطعم نشكر ربنا على الشفت الرهيب ده فدائم بحب اتأسف كوفيد مابتداش في الصين كده افكار وعندي بتاعت بتاعت يميها بس كمان فروم دير بقى انا اجن افري ستارتوب عندها ستوري مختلفة وتبدأ بطريقة مختلفة واللي انا تعلمت وفهمت ان مختلفة اللي انت بتشوفه اونلاين فيش فاري تيل يعني وليلين اوي فكرت في الفكرة فعملت فهوبا بقيت يعني انا ادت كنت انا اعيش في جي سي انا اش اعيش مع اهلي اعيش مع اصرتي الجديدة امراتي وابني بلاتي و فمعنى كده ان انا محتاج ابي بيلز وصح وغلي الحياة مشية مشين فحط كواحد مسؤول في situation ان احنا فيش cash flow ففعش اصح الصبح اشي بشو امشي واروح اعمل venture ف فكارت ان انا هشتغل الصبح عادي وعشتغل بيبسي وحاوض بالليل in my extra time خلاص everyone goes to sleep ده الوقت اللي انا حاوض ابني فيه اخد ديسك فاعت يمكن سنتين عظف ان انا قعد بابني in the background مع نفسي working another job اول فترة كانت pwc لحد 31 december 2020 رشيد كان اخر يوم ومكنش قادر بقى خاش خش بقى audit season جديد اللي هو بتدي شهر واحد واشتغلت 18 ساعة في اليوم ده كان اخر audit season في حياتي وكمان كنت I just joined swivel كنت director of finance هناك وبقى كده used to join this cfo and we work together there ف again for the sole purpose of ان احنا دلوقتي خلاص you're exiting from a series b phase انت you raised 80 plus million dollars ودلوقتي بقى swivel محتاجة تخش تتعامل مع huge entities زي securities and exchange commission والPCA وب فانا قلت بشتغل primarily على كل public readiness و transaction readiness in general and audits and all of that back work كل كل consultants كنا اللي في background وشتغلوا فده كان انا وبصراحة it was an amazing opportunity again a big thank you to مصطفى honestly for giving me that opportunity to work and be part of something that was that I hold very dear to heart يعني يعني هي اكتر start up بحبها في حياتي مع hot desk يعني ده كان competition يعني كان في ان انت تبقى شغال شغلانة corporate وبتبني start up اللي انت passionate عليها ده was an amazing opportunity for me to see how how this could work in the future يعني وباس وبا كده مضينا business combination agreement 28 july 2021 بغان my sort of deep handover process واحد اربعة was the day the ticker went live was my يعني كنت full time for hot desk من september بس i continued this handover part time rule لحد 1 اربعة بقى كده that was my last day معهم ever since it's been just full time grinding here معبل ما ان شاء الله hot desk تكون بترنج البل برضو ان شاء الله رب ساعتها ساعتها يبقى شكل عامل ازاي ايه رؤية اللي انتو شايفينها لهوت دعونا بس لان بريك تحكي لك قصة او ايه هي hot desk الاول لان نعرف نركب عليها ايه هو الانفاستركش اللي انت محتاجه وانسو طيب اول ما بدأ انا hot desk كانت الفكرة سهلة جدا فكرة marketplace طبيعي جدا كل working spaces بتكبر 86% من الماركت متأسم وفرجمنت لبلاير كتيرة صغيرين اوي typical aggregator opportunity عندك crash بسبب liability that they hold on every single office مع real estate بقى مع management staff مع operating staff اللي هناك في كمية costs وكلهم sort of capital pocket واحد تفكر مثلا في starbucks او mcdonalds why did they scale globally real estate بتاعهم عشان فرانشايز موضل فلما واحد منهم بيموت مش بيقتل باقي الهرد بيموت لوحده as a space بس في ويورك capital structure كلها مخطوصة في بوكت واحد فالنه خلاص hot desk day zero هي airbnb of office spaces حل مش بيقتل مع co-working spaces او ناس عندها empty offices that they want to utilize لحطوهم مع platform الناحن التانية اليوزر بقى انت محتاج بقى desk محتاج meeting room محتاج office ساعة يوم شهر سنة anytime anywhere تفتح الأب تحجز on demand فده كان بوساطة فكرة hot desk انه aggregator للco-working space او shared office market and we launched والحمد لله وذين ستمبر 21 وذين يعني our series is more like jain وذين 6 months كنا كسرين مثلا 8-9000 booking في الشهر وكان الموضوع بيكبر وكان supply عمالية وصل لبلاد كتيرة بس هنا تلاحظ ان لا احنا مش منتاكل market clear cut للدرجة دي في مشاكل اكبر تحت المشكلة الظاهرة من على الوش ان هو الco-working spaces او shared offices مش سهل الوصول ليهم في مشاكل تحت المشكلة دي مش باينة للعين المجردة محتاج بقى تخش الماركت وتجرب عشان تفهم اجمل المشكلة واجهتنا لو فكرت في booking.com كل حاجة بيعملوها instant انت بتفلتر بتلاقي ال hotel بال availability بسعره بتحجز confirmed صح؟ فيش اي interaction مش تسأل حد ومستني اجابة او الوضع موجودة ولا لا ليه ده حصل علشان معظم الوطلات الفعال mature industry بيستخدموا نفس software ان هم يديروا الوطلات بتاعتهم زي مثلا opera ده Oracle product فانت كbooking.com ينفع تعمل integration مع 2 softwares global يفتح لك instant confirmation مع الماركت كله بتاعة الوطلات لما جينا احنا نعمل كده لان الموضوع مختلف مش بس الماركت ده 86% منه متأس ما بين بلاير صغيرة لأ ده كمان ما فيش software واحد globally dominant او 3 اربعة حتى معهم يعني serious market share تقدر تعمل معهم integrations و deliver this experience طب هت integrate مع excel اني ممكن يعني وطلها برا excel الموضوع فاني لان it's so packed بس اللي احنا نعمل انه نbuild our own وده hotdesk os is an operating system for flexible workspace management بنديهم a single tool بيعمل بقى حاجة accounting invoicing data analytics calendars يمانج members لو عندك events في space الbookings بتاعة الroom everything you need to do to manage your space بتحصل من على hotdesk os بس هو فكرة كلها الحقيقية انه هو infrastructure اللي يقدر hotdesk plug-in في to deliver that instant experience to add more to infrastructure اللي الناس كلها تركب عليها دي example مثلا جالنا قريب شركة في المانيا there are partners now بيعملوا حاجة فكرة حلو جدا they run ads on screens that are not used يعني مثلا انت ماشي في شاشات بتلعب community messages هما الشاشات دي بيستخدموها بالsoftware بتاعها بيدي content management software والنحية التانية كمان بيخلي اعلانات تطلع ما بينهم فانت تمake money as a screen owner 8-4000 يورو في السنة بشاشة انت بستخدمهاش في الكون space بتاعك بسبب ان احنا عندنا hotdesk os the infrastructure layer الكون working space بيستخدمه احنا عشان نقدم لهم السيرفز دي كل اللي احنا عمل له زين احنا خلاص adding one more icon او button في hotdesk os دوس عليه connect your screens على framing and now you start making add revenue just because in hotdesk os third phase is a lot more about enterprise how we're doing this for enterprise اقول احيطة enterprise كلمت على 2 لابن اكتر بكتير الناس تصحى تروح المكتب صح فلما الناس تصحى تروح المكتب انت عشان تmanage people وتmanage real estate strategy موضوع سهل جدا انا عندي 10 موظفين احتاج office بشي 10 قبط 15 عشان اعرف accommodate لو عينت زيادة very simple then for work 2.0 اللي حصل الناس كلها بقت online برضو بقى اسهل طبعا بس خلص هتmanage الناس كلها online على slack على teams على whatever بقى تتكلم معهم meetings whatever way you don't need real estate it was very simple يعني management style there are specific businesses that do وانا بكلم بس more generically في لحظة في حياتك هتبقى on the go محتاج تقعد في البيت تخلص حاجة تعمل e-mail في ناس fully remote كمان co-working وانا بكلم وانا بكلم الناحية التانية ازاي يعملوا planning للreal estate صح اوما عندهم مش data واضحة غير tab cards و مين بلوجن على wifi وكذا ازاي تعمل real estate strategy هو انت الدنيا float 24 ساعة من غير data وعندك فدي مشكلتين كبار قوي managing real estate and managing people فاللي احنا عملنا في hot desk hot desk expanded a lot beyond co-working spaces وهنا بقى نتكلم على future of work فاحنا عملنا single app employees الايام اللي هي رايحة فيها office بتحجز desks و meeting rooms جوة الشركة بتاعتك من خلال hot desk وبتانتجريت مع calendar وكله تمام فانتبق بتاعتك data وبتقدر تستخدم this office to the maximum capacity فoffice بيشيل 100 تقدر تعاد في 150 واحد 171 من ناحية الثانية لما بيحتاجوا يكسباند real estate on demand عندهم ناس زيادة عين زيادة هما في بلد بفتحوا جديدة off shore بيقدر من نفس the app the employee يحجز co-working spaces on demand فبتقدر تدير budget و passes and so on everything from their daily desk up to a room for a couple of months whatever you want تقدر to pass it through the app and finally tracking work from home فانتبتعد work from انتا ناردا شغال من البيت you're not checking into the office or a co-working space تقدر تقوم تقول انا عايز a work from home ونحنا كان عندنا مثلا كتيم كنا بنوض بقى يبعتوا على الواتساب النهاردة انا قاعد في البيت لشان فيه حد جاي صلى حتى كيف فاخرش اللهم اوكي approved حبايب ايه نتعلم فأولنا لا نبني feature عليها بقى بيدوس زرار على الموضوع وبرضو بيانتجريت into the calendar فانتبقى عندك the entire spectrum of office home co-working spaces all merged into one وعندك الديتا جاية من الثلاثة spaces كلها بتصب عندك وعارف التيم بتاعتك فين we meet mean and so on فهنا it became hot desk one is what we call it the enterprise solution بتاعنا this can help companies save over a billion dollars اكلم على large scale fortune 500 يعني احنا اولادي شغالين مع fortune 500 company مثلا بنعملهم موضوع they can save over a billion dollars easy from optimizing real estate حلوة easy ديت حسنا احنا احنا ايه اكبر تحديات لحد الوات الهوت اكبر تحدي هو وفي نفس وقت هو اكبر opportunity هو market timing لان انت جيت بتخترع حاجة في market هو عمال بيتغير كل يوم فاحنا واحنا بنبيتش الفكرة لو انت if you pitch it قبل الCOVID هيقول لك remote work is not a thing هتبيتش في الCOVID هيقول لك لا remote work هو الway forward معالما احنا هنقض نبني حاجات على working spaces وريل assets احنا رحيين المتافرس الindustry بتتغير وانت كأنك بتنط من فوق جبل مثلا وتbuild الطيارة وانت بتقع في building for timing is very interesting طب وبتعدوا الصعوبة ازاي او التحدي ايه ايه اللي بتعملوه عشان تداره تperfectه او تزبطه التوقيت يعني ان انت محتاجك تاخد الindications اللي حواليك وتبص لما وضوع forward looking انا مش بحل مشكلة النهاردة انا عايز احل مشكلة بعدين لان او قلت بحل مشكلة النهاردة كنت احل تلات مشاكل مختلفة خالص قبل وفي وبعد بس بس احنا عملناها قلنا ايه احنا بصينا على indicators indicators قالت ايه اوكي الناس habits بتاعتنا احنا بالذات احنا very particular about احنا بنحب ايه وانا نحن نقول الحياة لها بنحبها الناس اتعودت على flexibility وفهمت يعني هنا انا ممكن بقى في كزا حتة في نفس الوقت بقى عمل كل وفي نفس الوقت في البيت او بقى move on فا احنا حسينا ان دي حاجة هتعود ومن الناحية التانية ال companies لما بيخلوا real estate more efficient بيعرفوا يعلوا profits يزووتر budget يقللوا expenses دي حاجة الشركات الشركات طماعة دايما عايزين اكتر صحة حاجة كويسة فدي حاجة هتستيك معاهم الناس الوقت people need networking والشركات عايزة control فاللي احنا شايفينه ان it is always going to be a twilight zone that combines the different factors there is never going to be a single answer اول ما احنا خدنا ال approach بتاعه احنا مش هنبني for a single use case احنا هنبني infrastructure اللي عايز يروح المكتب بتاع شركته بيحكزهم على hot desk وبين digitize اللي عايز يقول ان هو working from home بيعملها من hot desk اللي عايز working space on demand بيعملها من hot desk فساعتها أنا هنا بنيت infrastructure wider يعني انت النهاردة جايتي عايز podcast room ونفس الinfrastructure ده هنحط عليه podcast room فاول ما احنا اخدنا ال approach ده الموضوع بقى أسهل بكتير طب وإيه الكافزة الجاية ان انتو تاخدوا موضوع لاتجاه الرؤية الكبيرة يعني ايه الحاجة اللي ممكن تحصل او ايه الحاجة لو صحيب بكرة الصبح وحصلت هتسهل حياتك قوي ان انت توصل للرؤية اللي بعد كده يعني انا هقول لك على حاجة اه احنا ويقول اللي انت بتقول ايه فيه طريقتين للجروث فيه magic bullets فيه حاجات اللي بتحصل فجأة اللي هي بتنقلك نقلة ليب كبيرة مرة واحدة وفي what you do on a day to day basis هالكو بقرأ كتاب باسمه art of war بيقول لك that you can achieve greatness من غير ما تعمل حاجة معينة great شاني بيه فيه event واحد معينة it's about what you do every single day are you efficient are you focused هل انتو ماشيين على single goal as a company هل انتو بكميونيكيتو صح are you working hard then you reach there فأنا I think it's a process of things that happen every day اللي هيوصلنا لده بس كمان speaking on the other side I think الenterprise model بتاعنا عمتا بيساعدنا نسكيل بسرعة قوي لان a single company ممكن يبقى فيها فوق المئة ألف employees وبيكون عندهم 50-60 markets that need the service at the same time فwith a single account hotdex can grow يعني grow tentacles super fast في بلاد كتيرة with a single deal وأكيد بعد ما ييجي الديل ده خلاص احنا اشتغلنا مع fortune 500 company الشركة اللي بعديها تقدر تقولهم ده في حد ورد يشغل معنا بيعمل فالموضوع بيبقى اسهل بس احنا اخذنا برضو رول تاني ان احنا برضو مش بنحب عندنا concentration risk فا احنا we don't base our strategy on any single or two clients لا احنا the strategy has to be always wide فس بالظبط كده once you start scoring goals in one of the verticals the second part becomes easier you have more credibility بتقدر تاخد clients اللي بعديها والسايكل بتجواني الفلايويل اتكلمنا على الفلايويل بالصفة عامة مفيش شركات كتيرة او الستارتابس كتير الفوكس بتاعها من اول يوم ان احنا نروح للعالمية احنا بس مش عايزين نفوكس في الميدل است بس او مش عايزين نفوكس في بلد واحدة بس لا احنا عايزين ننتشر في اسرع وقت عالميا مش محليا اكيد دا مش بيسهل عليك لما بتروح الانفستر بصعب جدا انه محليا وقت طب ايه طيب يعني هاول لك على اكزامبل احنا مثلا في الميدل است عامة which is not a bad thing it's an amazing thing يعني احنا اللي بنعمله في الميدل است معظم لوقت ان اوكي في برا في الوست primarily شركات بتنجح واحنا بنلاونش هنا local copies وبناخد الماركت هنا بسرعة هنا يعني انت مثلا عندك اجل امازون طلع whatever it is they're doing great دا معناها كذا حاجة معناها ان في proven business model صح ان الناس شو تفتي الموضوع شغال و people like it مع تيلرينج بس ناحية التانية في product انت ممكن تكوبي صح مش هتتفكر في product مش تتوعمل واللعبة هنا كلها بتبقى انك تلاونش locally بسرعة جدا وتبني before the big boys come in فانت بتخش هنا وتسميه اسم مدي شوية عربي localize تيلر الدنيا واللونش hyper fast هنا تصعوبة بتبقى speed of execution وانه انت تبقى market leader قبل ما كوار يجو وهم معهم resources وانت معك شاو ف دا the most common model اللي انا بشوفه اجان انا مش database معانا دا اللي انا شايفه بيقصد في region فانت بتروح الinvestor تقول له انا ال revolute اف كزا انا الauber اف كزا انا فهو في حاجة بيبصلها احنا طبعا hot desk اول حاجة فيه misconception هو فاكر انت هو فاكر انت بتحرق وبرنين كاش فهو اصلا مبدأي انواخد فكرة غلط عن الاندستري وبقى انت جاي تقول له لا انا اصلا مش يعني markets هنا دا جزء من global angle وانا مش عارف بقى الconception is a scene normal ان احنا كعرب او كميديس ان احنا نبقى inventors ونجو out ونتاكوبر دا وولد او ان احنا لازم نبقى محشورين في حتة ان احنا لازم فده دايما بيصعب الargument يقولك لو هما ما عملوهاش برا انت ليه انت اللي هتعملها او ليه التيم ده هو اللي هيبني الموضوع او انت ازاي هتكوبيت مع US companies وهو انت هنا فأنت محتاج leap of faith ومحتاج capital ومحتاج محتاج تبقى eager ومحتاج scalable model that helps you to do that this is what I think we have واكيد برضو الموضوع مش سهل اللي هو من ناحية المحلية وهو عايز عايز يكون شغال مع start up او بيستثمر في start up هو عارف market conditions بتاعها السوق مفهوم بس انت هو عارف مين اللي هيشتريها هو عارف او ممكن يشتريها وميه competitors هو عارف ان هي بتشتغل هو عارف اخيرها فين وميكس بتاعتها بتترسع على ايه ففي clarity فأنا اجانها not against them لان هو برضو ما هو VC متهمش charity صح او اتجي invest في حاجة هتديله returns وهبقى فيه solid exit فيه كام exit في الميدل east as a whole ولو out of those فيه كام منهم sizable very limited صح فهو لازم يلعب في الريالم الاسهل له انا understand بس احنا we're a different case فاحنا صح وللحاجات الفيسيز العالمية بيخبط على باب start up جاية من بيزد في دبي عايز تغير العالم هل انت relevant لهم هل انت relevant للكزا بس بس طبعا لا فيه ونفيد الاندري لا أعتقد لهم الحمد لله لذلك لا يوجد نعنون سنوات لهم لهم نعنون 1 مليون 2 years لذلك بعد ذلك سنوات ونعن 4 مليون مليون للمت لم يتمكن من الموقع ليد شكرا لذلك هناك 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 ومع ومع كل step في الريس نحن نحن كما مرد يشعر نحن as our recently our traction in Europe is getting more and more significant it's opening the path of more and more Europe sort of VC interaction فهم أزدي ولما بتجي بص على مستثمر strategic ايه الحاجات بتبص عليها يعني هل مثلا family offices مثلا that have influence في شركات كبيرة تستطيع انبور كأنتربرايز ايه الحاجات اللي تبص عليها when you're looking strategically على انفستر حاليا يعني اوكي بص فيه given strategic value that you need anyway in an investor اللي هتبقى هتبقى النتوركس انه هيساعدك في الراوند اللي بعديها انهما they can commit capital if you need it they can be with you in the journey بس احنا وصلنا point where this type of strategic value is a given anyway تقريبا لما انتتتعامل مع investors investing ticket size معينة it comes with the package بس when i talk on actual strategic actual strategic ده غريبا بيبقى حد لازم بيكون بي operate حاجة ده اكتنوع يعني ممكن يكون enterprise client فهو عنده a massive operation محتاجة this sort of service فيقدر يخش ي co-create معك وانت تbuild on top of the use case بتاعتهم وتسكيل ده strategic partner partner تاني زي frame مثلا كنت بكلامك عليهم شيء كاملية حد انت بتركب على الانفرستركتش بتاعه يركب على الانفرستركتش بتاعك يعني مثلا our workers framing هما they have screens and co-working spaces that haven't signed up to us فعلى الديل معهم بيخليني افتح new doors ناحية التانية احنا we have co-working spaces that have screens that they don't have وإحنا عندنا data هما محتاجينها وهم عندهم add revenue وإحنا we can pull in فامونتائز the supply من غير متقل على الهوست واتشارج لأن the value problem بتاعنا is let's bake money together مش ان انا اتشارج them up front hard فthis allows me to navigate this problem فأنا حاسس when it comes down to real strategic value beyond the typical capital strategic value and introductions and clients and all that nice stuff انا حاسس it has to be a direct operation where there is mutual benefit or a one-sided benefit where you can jump onto the lightning rails of others وت the sky is the limit and that's the problem صح typically بس انا حاسس لك markets او اميا this is where we are and where we already have traction فده sort of again the given markets to be very specific انا من فوكس today on sort of the mina region مركزين على مصر والامارات سعودية بعد كده عندنا في اوروب مركزين على a few of the again capital cities او capital countries او جرماني france uk and spain فا today we are very focused on these specific markets احنا we think احنا so it's a combination of things بتبص على market intrinsics demographics and population size remote work flexible work traffic conditions a lot of that stuff رقم اثنين is also again the network effects of that city اكيد لما تلنش a new york versus another unknown city even if they have the same intrinsics in terms of traction and so on the brand impact there will visibility in a bit lead you to go into more markets for that any consideration and the power you have there you have a network is gonna be easy for you to get off the ground and are going to get running or these are the reasons why we pick those cities you did acquisition in Spain I would acquire I mean we have reasons I won't go into the people it was when you go to market you have to deliver service hyper local you understand the user how to speak in the way the marketing and so on we have founders on board they want to build and they want to be efficient and they're good at winging it and creating opportunities out of nothing is what we needed for an offshore location the team is not based in which is going to Spain but it is going to wider Europe for the joining of their co-founders into our team and take networks as a starting base after scale is it you expand and launch and scale easily or the model does not help you I would argue and I will talk about it in the subject of the world and it is a very important thing about something like WeWork and are you I see you I 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 احنا اتكلمنا في حيات كتير قبل انه ما نخش ومحتاجين نقولهم تاني ايه يا الله مين لا بس اتعلم كلهم حاول اجيبها للعكس لا لا بس بالعكس بالعكس انا باتحك لان افتكرت هذا certain memory اقول لك عليها يعني احنا مثلا اول ما بدأنا انا فاكر اول 3 co-working spaces co-founder بتاعي محمد السراج بينزل الصبح بقى يجيب قهوة ويطلع بقى عليهم ويحاول يجيبهم بقى فسبوعين 3 جابت 2-3 spaces بالعافية كان كنو أسان نحطونهم نحبوكو please join the platform a few months back we launched bangalore في india and we crossed everything back i mean supply acquisition the launching the crossing a thousand bookings if i remember correctly it might be 500 in eight days فا انت بتتكلم with zero people on the ground انت تخيل ال context يعني فرق الصور هو ده this is what you can do ازاي بقى وصلت المرحولة دي لا خلال انت تفكر بقى everything about automation and knowing the shortest path everything فمبقى انت بتخوش بقى بال data script automatically وبتبوش out this campaign targeting the hosts وبتكلمهم وان انت بتهدهم with the right messages اللي انت بعد تجارب كتير قوي انت عارف ايه الكلام that gets them to take and gets them to convert لان انت ما عندك proven track record ان هما يخشوا يلاقوا الproduct سهل والUI is super simple ده كله بياد speed to ال launch وspeaking of speed of launch في حاجة related to AI if that's an interesting one we can go to it باش all ears هدي ويعني big love to the team وحمزة ملؤين specific على الموضوع ده كمان اديك مثال نحن every time we add a space ال space بيخش بيحط location بتاعه اسمه prices والصور طيب a space typically هي upload 40 صورة onto the platform ها now as you scale احنا we have 1700 offices on the platform today as you scale ادرب ده 40 صور فمع كل office والrate of offices joining is increasing massively احنا با هتعط review بقى كل صورة صورة انت با شخص واكيد بقى يبقى فيه content بقى مش مظبوط في صور مش حلوة اليوزر عباها في حاجة أصلا that is non-compliant فحنا بادل من an ops heavy team that needs a lot of capital burn to maintain a شنان review صور مثلا we built Conan so Conan is an in-house proprietary machine learning tool CI and what it does is in the Conan they filter through these images they understand they recognize objects they make decisions that we would have to make personally it's dark it's dark it's pixelated it's pixelated there's a watermark property searches asian torah whatever and he recommend why their picture has been rejected and today Conan's acceptance rate is 22% so you can upload a story and he has a recommendation as to what you need to do to get the picture right so this is part of why we now launch faster and you can apply this to many many more parts of your business it's not only about building your own tech software it's about the ancillary streams all around you that really feed into the core vision if you're solving around that you build a better business ماشي دلوقتي قررت انتو هتلون شوف مدينة جديدة ايه الخطوات اللي بتاخدوها يعني اول حاجة في research and understanding market segmentation of the spaces and the cohorts of users and so on there's a go-to-market plan that is documented we like to document things as well so that we understand what teams can refer to it بسهل onboarding processes if you're pulling someone into a project and then خلاص we have an all-out attack قوز امنها بيبعا automated قوز امنها بيبعا حاجة عشاص بتعملها and we know the exact steps of what we have to do and we fire it so has to happen we typically chicken or egg problem you have to solve for supply first بعد اول host tiny host telet host things get easier suddenly the whole market is onboarding you have wide enough coverage and you start putting on the ignition the ignition can be in a typical b2c market driven it can be pr it can be ads it can be a viral video or on the vice versa it could be launching with an enterprise so that you go in on day one with non traction and then you launch on top of it and it can be a mix of both launching بلد من البلد تانية بيفرز ازاي يعني launching مصر مختلف ازاي عن لونشن المانيا عن لونشن لندن على الامارات دبي عن لا it's completely completely different طبعا في سوابت معينة وين الناس بسرادم كووركين بس الريزن ومين الناس دي والأوفيس دي فان وعمل ازاي كل بيختلف وابروتش بتاعنا لازم يختلف شكايا لازم نعم ريسورج قبل ما ننوش هاديكم أسهم مثال انت بتروح كووركين سبيسيس في مصر او روحت قبل كده لا لسا حالو انت روح متعا استخدم هو الدسك بقى يا الله بقى انت محتاج سبيهم كووركين سبيسيس طلاب يروحوا يذكروا سميع عم فحيطة يقدروا يعودوا فيها برى البيت او برى المدرسة فده اللي موجود في مصر فانت بالتالي هتلاقي type of supply supply more casual more fresh معمول للإيكو سيستم او الكوهورت سوف يوزرز دي هتلاقي الأماكن كوست افكتف اكتر لان هي again based around use cases الفلانية هتلاقي very minimal or little amount of enterprise grade spaces في مصر فانت وانت داخل ماركت زي ده ده b2c driven فانت محتاج بقى viral videos وcommunications واحنا عملنا مثلا launches مع two of our partners على spaces في الساحل انت لازم تماتش الناس عايزين احنا خلاص كهرة كلها كل الناس بسافر الساحل في السيف فthat's what you're gonna بدي الناحية التانية وانت داخل دبي is super different صح او residency او residency او لازم تبقى شغال في الشركة عشان تبقى شغال في الشركة الشركة دي لازم عندها اللي هو ال equivalence of the commercial license او trade license او لازم عندهم trade license لازم عندهم address او لازم عندهم address محتاجين office even if a desk فهنا mandatory ان اي حد مدين هنا فهم وراد عندهم مكتب طب مين بساعدة الووركين سبيسيسي هنا الشركات الجديدة اللي بت incorporate بت setup shop ال start-ups اللي بت launch ومش عايزة عندها capex بزات ان الماركت هنا is super expensive البزنس travellers اللي بتيجي كتير جدا في كام مليون travel يعني unreal where they have clients to meet where they wanna sit down and do their work ومش عايز اشتغل دايما من اللوبي فالaudience هنا مختلف فمسلا احنا كنا بن launch مصر في virality و b2c كنا بن launch الامارات بpartnership مع virtual zone مثلا بت set up companies plus focusing on business travel يعني it's a very different medium سؤال نروح بقى للproduct نفسه how do you build a great product يعني و هنجيب يومنا لا سنجيب يومنا و هنجيب و حمزة الصراحة يعني they are amazing لا لا I really think they can add a lot of a lot of insight يعني she's very particular about things بس احنا how do you build a great الصراحة is iteration and launching in MVP formats بس so MVP يعني minimum viable product لل listeners if somebody isn't aware ان انت the value you get from user feedback اهم بكتير من انك تعتبر think ان انت بت perfect product وتطلع تليل اليوزر مش عايزه هل بس كلمة MVP معناها تغير في السنين اللي فاته زمام كان ابني اي حاجة معلمه launch وهاد feedback ويالله بينا المشكلة كانت هنا ان انت زمان اليوزر كان عادي expect ان الUI ما يبقاش حلو قوي او يبقى يلوت بالراحة عادي بس انت دلوقتي بتتكلم ان اليوزر بي expect top notch stuff from day one at least in how it looks and feels مش في عدد الفيتش فاتس وكي to not have the full feature set yet بس in whatever you do clean concise هلوة تلونش gather feedback ابني تاني release تاني بسرعة فهم يعني bite size don't overbuild من ناحية بقى التيم نفس الفكرة don't overhire 100% اي مشوار بني التيم لا كان very interesting لان احنا يعني عدينا phases كتيرة we had to figure out الروبكس كيوب ده شغال ايضا بس انا اي think اول حاجة really determine the qualities you're hiring for يعني احنا by far way more important than cv and track record كانت sort of mentality and attitude بصراحة يعني our number one performers are people that don't need hand-holding بصراحة the ناس that they wanna get things done they will lead you not wait for you to lead them لان احنا نoperate by inverted pyramid فاحنا يعني احنا تحت امرك كمان انت شوف انت محتاج ني ايه pull me into what you want وانا حاجة ساعدك وحنبني مع بعض بس don't expect the opposite عشان so many things are going on and you want people that actually lead فدفين your qualities have a solid process process مش معناها تضيع وقت يعني ممكن process efficient بس go through a process have buy-in من الناس الوحوليك to make sure that when that person is plugged in the world يتبقى مش smooth process عادي تقليل وقت في المدى الطويل بمعنى اللي هو لو عندي process كويس دلوقتي هياخد مثلا شهر زيادة اني اعين حد هيوفر علي الاربع شهور للشخص لو تعين غلط بيع من شغل غلط وبعد كده هيبقى فيه شهر كمان او اسبوعين كمان اهير حد جديد وبعد كده معمال my own board لو الU-turn اقرب هتاخد الU-turn لو الU-turn انتعرف انه بعيد لا يعني امتا بتحس ان خلاص محتاجين دلوقتي ان هاير حد للرول ده ايه ايه ساينز ان خلاص انا محتاج اهير يعني when there is okay two things when there is a very clear market need for this piece يعني خلاص واني تهير حد حالا عشان ده بلوكر للتراكشن يعني هو لازم يفتح an amazing opportunity بي unlock it حاجة مش عندنا وحاجلنا او حاجة عندنا بتحصل already but it's blocked because of something and that can be both outbound يعني حاجة revenue related فيه client معين مش عارفين نسير حاجة معينة في market need معينة شفين نعملها غير الشخص ده او this function or an internal blocker ان احنا مثلا مش عارفين نبني كمية الفيتشورز دي on the front end without the same back-end support مثلا I need to unblock the front end team by more back-end engineers لو بي solve an opportunity or a blocker يبقى تابعا بس opportunity or a blocker you also have to look can your current team do it وهل في actual capacity هل في inefficiency صح الفترة الجاية هي بشكل عامل ازاي معاكم محتاجة ايه اوكي يعني انا هوايد نسوال شوية هتكلم على الفترة الجاية محتاجة ايه من all start-ups صح يعني في الريجن صح يعني مثلا انا ودي حاجة بحب بودكاست دي عشان اوية عشان بتفكرني بريد هوفمان بليت سكيلينج في سان فرانسيسكو يعني طبعا بواعيد لا بس هم هم بدأوا في حتة محنا كمان هل بس هو ه هو لا 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 ايه تحدي و cost of capital is going up و it's very hard فان ايه 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 و ايه 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 دائما هاتمعو في الريجن ايه 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 تستان الصحرة تعدى النحية تانية تت survive versus growth which i agree but i feel that you need to combination of both things the moment you remove the growth radicalness start ups burn money if you should not be trying to massively and rapidly grow can be very dangerous and then we are an industry based on disruption again in my perspective to merge to different mentalities and reach somewhere in the middle one is blitz scaling Reed Hoffman speed over efficiency during uncertainty so you will always favor speed even if you don't make it efficient during time you don't know what you do because the cost of losing to a competitor or not taking the market or not discovering that you have to fail anyway quickly costs a lot more than what you actually burn من ناحية الثانية في mentality ثانية أو مدرسة ثانية اسمها cockroaches never die cockroach can't survive a nuclear winter بينزل في السور بينزل تحت الأرض ونفشل شاف تضرب الشب شب يعيش فهنا كان بيطلع في theory أو مش theory يعني state اسمها Roman profitability إنك توصل ل point إن founders وال team معهم just enough profitability to pay the bills and to eat ramen noodles in our case بها بفول طعمية more regional blood scaling version بس إذا 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 محس تقريب نوصول ل إذا ميكس where you are a cockroach that never dies and then specifically raise growth capital and deploy it specifically في activities معينة إنت عارف إن إنت لسه تطلع تطلع عديد الوقت تاخد growth initiative gamut وترجع تاني وتبع عارف إنت هترد إمتى يعني إنت on this outbound is it an endless spray of money or إنت عندك a specific tactical move هتعملها حطت لها budget X ب KPIs معينة هتطلع تصطاد لو نجحت نجحت لو بإمكانك you go back to home base very quickly and you have a baseline of profitability to keep the core functions surviving of the company إزاي تبني الباس ده الباس ده عادة بيتبني صراحة لما بتخل عدم اغرق بصراحة this is what a lot of founders have to go through they have to go through a rough patch to actually see how they can be efficient بس الباس ده هو core functions اللي هتخلي التكنولوجي بتعتك available and being distributed مش لازم at full distribution scale بس channels نفتحة تبقى مفتوحة that is the core minimum you need to at least drive organic growth يعني في حالتك انت خلاص انت محتاج the equipment ومحتاج ان انت تبقى surviving عشان تعرف تدليبر البودكاست ومحتاج team core team basic اللي بيعمل editing and so on اللي هو ينable you to be doing your thing and scaling وفي الناس الوقت someone is taking care of the editing بس it is not the luxuries that come on top of that انت ممكن بقى هنا we can add a million luxuries right now to your model to make it a lot harder انت كده you have what you call roman profitability انت مثلا you find sponsors you're doing enough you can get buy on your own things are happening you raise back a sponsorship package for a specific focused launch انت هتطلع outbound super hard هنروح امريكا مثلا هنكلم مع اجمد عرب هناك مثلا هتبقعت عملت الplan عارف مين الناس اللي انت هتكلمهم you set up the discussions you know what ads you're gonna run or not an ad specifically for a podcast but you know how you're gonna go viral you know what you're gonna do you're expanding this capital specifically for a very specific action and going you need to have something a revenue that pays your day-to-day bills without it you're crippling and you need investor money and you're stuck طب وإيال blitz scale بتاعتكو في الحالة دي أو اكشي الناحيتين ازاي تبقى cockroach وإيه الحاجات اللي شايفانها ان فيه blitz scale في ايه 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 بالضبط بالضبط هنبدأ بال cockroach ال cockroach ان احنا هدلوقتي عندنا the teams that run the core minimum infrastructure صح and everything is going and we're able to distribute organically هلو ده in place today النحية التانية بقى how do you get the revenue for that cockroach sort of life احنا بنزمان بي to بي contracts بي to بي انت مش محتاج acquisition money مش محتاج to go out you can get clients via relationships or through networks and so on and they can be big enough to pay your bills هلو ده شك الشك بقى الناحية التانية اللي هي outbound activity يعني احنا النهاردة today احنا في outbound activity clear قوي على western europe in specific germany uk france and spain احنا عارفين بالزبط ايه المتركز اللي احنا عايزين انها عارفين احنا محتاجين كام network space في كل واحدة من الماجر cities وال cities اللي حواليها to create the network effect عارفين when we go out to market what packages in specific we want to market one of them is our all access pass you buy an all you can work all you can work pass احنا طالعين معين وانحنا بنضرع revenue through and sell streams معين with our partners فهنا طالعين عارفين الgrowth activity دي هتغد x amount of time x amount of people x amount of budget and we're going forward and we know the kpi 's وصفار we've been spashing them so الحمد الله ومن ناحية التانية من ناحية الكوكروج بقى ازاي وصلت ان ده الهيكل اقل هيكل محتاج احافظ عليه so a bit of it is experimental and a bit of it is things you understand الاولى هي it is where most of your objectives and goals and resources meet يعني احنا النهاردة عايزين نبه في capital ستيز نتعرف فيها فاحنا قولنا هنا خلاص برلين لندن باريس ومدريد مثلا وبرسلونا دي key cities احنا عايزين نتارجد في نفس الوقت دي امالك احنا عندنا فيها نتورك في نفس الوقت احنا already we launched the middle east and are doing quite well still continuing بس we want to increase more options عشان عندنا playing room اوسع يعني في الماركت فقالنا خلاص this is our next move it's where resources we're all going to the next بعد انتعمل exit هتعملي على حسب الexit لو exit يعني يكفين انت متشتغلش تاني ان شاء الله بس اوكي 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 يعني اوكي اوكي a وتجد An ها مو اوكي اوكي خلاص اوكي متاكد اوكي 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 أكيد أحمل حاجة of some sort أكيد هحتاج phase of a non-rocky life إنه بس أفصل شوية كده ناخد بقى period كده where things are more stable and kind of normal and you're not trying to change the world every day بس بعديها I would either continue to build things or come on start dedicating parts of my life to exploring things I always wanted to explore بجلد نفسي أد أتعلم أكثر quantum physics مش أكثر أتعلم أصلا صراحة مش مش physicist بس العلم مثلا في a lot of interesting knowledge أنا عز عرفها عن how the world was made on a ultra quantum scale something I'm passionate about want to do in general I would definitely love to help others with their journey if I can just because if I've been through this and I understand parts of it and I can add help or add value to someone and help them in the domain where I was why not يعني in general I understand I understand يعني الناس بتمشي ده اكبر سبب ولما الناس بتمشي ما بيمشوا ليه عشان هما كمان ما عندهمش personal runway ان هما يعرفوا تكملوا لو الشركة مش بتتيهم فلوسها في كال opportunity cost اللي وليه عاد اشتعل ببلاش ممكن اقبض بس هما ان they cannot اصلا if they want to لو عايز يستيق باي الشركة لحد ما مشكلة تحصل وتسولف لان الاشخاص احنا عندنا runway الشركة عندنا ففق everything really revolves around wider macro and micro emoce sort of condition of the state. الناس بيها.. οا مfulnessنين في يكاوريت بيذات حياتهم يمكنهم الجعب الانسانve تتقيقون يسبب الكلام.. هما يشتغلوا فيين لماذا تقوم بحظ راح بواسبب ومجرب اليمان ومن SN mer образом وى البصدي women ف villlingt فاounders make certain decisions as well in that regard and then the company's own way determines other decisions but it's all really linked to how much money do you have to survive at the end of the day yeah definitely but it's another if the company is doing a startup or not a startup not a startup I mean I'm sure we're free for example if you don't have to buy risk you're going to invest on factors that are there and you don't call all the shots and a lot of cards are handed to you يعني مش ان انت اللي بت select the cards اللي انت هتخدها تdraw it عشان تلعبهم عشان تلي بتديلي الكارد لا انت هتجال العالم هيديلي الكارد بقى على حسب فانت يعني you have to deal with someone the moment you want something from somebody فانت بيت برا your zone وانت محتاج ده من كل الناس من عيلتك ومن برا عيلتك ومن من حب الناس لك لاحترامهم ليك لانت احترامك ليهم لتعاملك معاهم لأكل الشور بالبيت تعيش فيه المكان العرباء انت محتاج حاجة من كل حد يعني حاجة حاجة من ناس الشارع ومحتاج ناس في الشغل يعني you cannot escape there is no ultra freedom where you غير if you live completely alone بقى in some pinnacle cloud which doesn't exist but it's not gonna happen اوه فيه فيه كده اللي هو انا عايش بقى في البحر اوه اللهم عندي مزرعة بعمل خلفان بقى ايه ايه انا انا وعنا تفكرت حتى حتى الوضع ايه انا رحنا سوى فيه خروف محتاج يتأكل برده ايه 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 اوه اخنا فكر انت if you restart society if you restart society it comes back to the same thing يعني اخلنا شوية ناس وكررنا ان احنا بعد اه ان اجزت هنروح نعيش بقى في حتة فعش بنقدمين وكلنا نفصل completely عن الحياة فانت شوية بنقدمين ومع تصطاد وصمك وشعب بقرة وحتعيش محتاج تصطاد اه طبعا اه بس اتليست لسه controllable بس انت قصوا وقت مع عدد الامتلويز اه اه عبدالبان ادنين هيزيد eventually هتوصل الى point where فيه shortage of resource وبقى فيه تقسيمة معاناة محتاجة تتعمل فببتدى يبقى محتاج انت في negotiation ما بيتش كل حاجة exactly نبتدقى بقى نتخاني وندرب بعض وبعد كده نعمل نخلول احنا ما محتاجين بقى احنا ما محتاجين بقى دستور بقى عشان نظر اننا نعرف تتعامل مع مين اللي بياكل ايه امتى ومين اللي بيدفع ايه فين فهم وبعد كده واحدة واحدة بموضوع فلا انت بقيت محتاج ومحتاج capital ومحتاج فوس من حد تاني ومحتاج مساعدة من حد تاني هي مهما انت عاملها هتلاقي الحياة I think بترجع تاني to where we are in a way or shape صح 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 المرة جاية لما نتكلم اللي هو مسلا ماشي لو هنعتبر المرة جاية نتكلم بعد السنة هتكون هتكون حابب تبقى فين كهو الداس لا مجد انا اجن بصراحة لما when it comes down to looking at the future مجد انا I don't like to sort of set preferences for myself in a different way طبعا what do I want of course I wanna grow the company you wanna do more things but I don't like to really set it out then things can happen so quick and so fast that can change everything all the time that my vision can be much bigger or smaller changes overnight and depends on what happens طبعا want to continue growing onto the business want to roll out infrastructure بلد اكتر في العالم عايزن نحن ريلي نبقى pushing super hard on all three verticals firing I want to be at the point where there are millions of people around the world every single day just using Hotdesk با be it in their own companies be it in co-working spaces be it whatever it is and we actually deliver the value and also the point where we are creating communities and there is a network effect that happens to you as a person once you step into Hotdesk and you can plug in anytime and I want to see this happen and I want it to come but I don't like to sort of say that this is the only thing I want and the only way things should happen I think we as humans we know too little to really estimate thank you for your time thank you for visiting us and I really wish that we both become a deeper part of each other's journey I'm excited and if there's an investor who may listen or you hear they'll be excited to invest in Hotdesk when there's series A or Ryan Inshallah 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 المترجم للقناة